بعيدا عن الشكل القانوني وتجاوزا لجميع العراف تواصل سلطات التحالف الانقلابي في صنعاء انتهاكاتها بحق المختطفين قائمة معتقل الميليشيا بعضهم انضى عاما والبعض اكثر من عام في المعتقل وتعرضوا لأسوأ حالات التعذيب الجسدي والنفسي حتى ان البعض منهم اصبح مقعدا ولا يستطيع الحركة لم تكن عمليات تقويض الحريات الصحفية واختطاف الصحفين والناشطين وتعذيبهم مجرد فعل عابر اعتادت سلطة الميليشيا في صنعاء على فعلها بل كان الجديد هذه المرة احالتهم الى القضاء الذي يعد هو الاخر اسيرا لدى سلطة لا تحمل اي صفة قانونية ولم تخلق وجودها الا بفعل انقلاب فرض كل خياراته على جميع مؤسسات الدولة وبشكل يتناقض مع جميع القوانين قالت جهات حقوقية ان بدء محاكمة متهمين داخل سجون الامن السياسي يعد سابقة خطيرة في القضاء معلنة بطلانها قانونيا وفسادها اخلاقيا رابطة امهات المختطفين التي لم تكل يوما واحدا عن المطالبة باطلاق ابنائها اعلنت في بيان لها رفضها لهذه الاجراءات واكدت ان ذلك يعد محاولة لاضفاء الشرعية على خطف الابرياء والتحقيق معهم تحت التعذيب وتلفيق التهم بحقهم وفي التفاصيل قالت الرابطة ان المحاكمة بدأت داخل السجون دون ان يتم حتى السماح للمحامين بالدخول للنظر في مشروعيتها واكدت ان جماعة الحوت استندت في محاكماتها الى اعترافات حصلت عليها من المختطفين تحت وطأة تعذيب وفي خضم كل ذلك ما تزال الحملات التي اطلقت عبر مختلف الوسائل للمطالبة باطلاق صراح المختطفين تتصاعد يوما بعد اخر وامام هذه المطالبات ها هم المختطفون اليوم يمثلون امام اول محكمة غير شرعية عرفتها البلاد اشتركوا في القناة